عند شراء هاتف جديد من أهم الأشياء التي عليك نقلها له هي بيانات الواتساب التطبيق يحمل بيانات مهمة سواء شخصية أو عملية فقدانها قد يكون مشكلة كبيرة لكثير من المستقدمين لذا في هذه الحلقة سنتطرق لكيفية نقل بيانات الواتساب من هاتف قديم لآخر جديد بسرعة وبضغطة زر واحدة عبر واحد من أفضل البرامج في هذا المجال قبل الشروع في شرح البرنامج وطريقة نقل بيانات الواتساب من هاتف قديم لآخر جديد لا تنسى المشاركة في مسابقة موبايل ترانس واندرشير لتحظى بفرصة ربح هاتف أندرويد المفضل لديه يكفيك التوجه للرابط الموجود في الوصف والتصويت لصالح هاتف الأندرويد الأفضل بالنسبة لك هذه السنة واضغط على سبمت ادخل بريدك الإلكتروني وستكون عملية التسجيل قد تمت بنجاح تمتد المسابقة إلى غاية الثامن عشر من نوفمبر حيث سيتم السحب على الفائز على صفحة موبايل ترانس الرسمية على فيسبوك وسيتم إشعارك على بريدك الإلكتروني شارك وربما تكون من المحظوظين وتحصل على هاتف أحلامك لسنة 2020 برنامج واندرشير موبايل ترانس ليس جديدا على متابعي قناة رقمي سبق وأن خصصنا حلقة كاملة عن البرنامج حول كيفية نقل الملفات من هاتف قديم إلى هاتف جديد وتلبية لطلب أصدقاء رقمي سنخصص هذه الحلقة لشرح نقل بيانات الواتس أب من هاتف لآخر عبر نفس البرنامج سنستعمل برنامج واندرشير موبايل ترانس لعدة أسباب أهمها سهولة استخدام البرنامج وبساطة واجهته كما أنه آمن من أي فيروسات أو برامج ضارة ويحمي خصوصيتك بشكل كبير بالإضافة إلى نخدمة دعم العملاء متاحة طوال أيام الأسبوع 24 ساعة في حال واجهتك أي مشكلة لذا فالبرنامج يمكن اعتباره الأفضل في نقل البيانات بشهادة 50 مليون مستخدم استعمله قم بتحميل البرنامج من الرابط الموجود أسفل في مكان الوصف ثم افتح واجهته واضغط على خيار واتس أب ترانسفير ثم اختر واتس أب من القائمة الجانبية وانقر على نقل رسائل الواتس أب بعد ذلك قم بتوصيل كل من الهاتف القديم والجديد مع الكمبيوتر ثم اتبع الخطوات التي يطلبها منك البرنامج لتفعيل خاصية USB debugging في الهاتفين ويستطيع البرنامج التعرف عليهم بنجاح يمكنك التبديل بين الهاتف القديم والجديد عبر النقل على خيار Flip كما يمكنك التأشير على البيانات التي تريد من البرنامج نقلها عبر القائمة الموجودة في الوسط التي تتضمن كلا من الرسائل والمجموعات والصور والمستندات ونظام الإشعارات بعد اختيار البيانات اضغط على Start لتبدأ عملية النقل احرص في هذه الخطوة على ترك الهاتفين متصلين بالحاسوب لتتم عملية النقل بنجاح يمكنك تحميل النسخة المجانية من البرنامج لكنها محدودة الاستعمال لذا الاستفادة من كل الخاصيات والمميزات بدون أي قيود عليك شراء النسخة المدفوعة من البرنامج يمكنك استعمال الكوبون الظاهر على الشاشة S-E-N-M-T-10 للاستفادة من تخفيض 20% من سعر البرنامج كان هذا شرحا لكيفية نقل بيانات الواتس أب من هاتف قديم لهاتف جديد ببساطة وبضغطة زر واحدة عبر برنامج Wondershare Transfer شاركنا رأيك حول البرنامج أسفل في مكان التعليقات ونلتقي في تقرير جديد على قناة رقمي اشتركوا في القناة